الله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار السلام عليكم وبركاته حمزة وكفا والسلام عليكم الذين اصطفوا لا سيما النبي المشتبى والأمين المصطفى لصحابته الكرام وآل بيته العظام المسكنين الشرفة وبعث إخوته الكرام لا مازلنا مع السلان نسأل الله أن يسلنا إتمامها ونسأل الله في عليائه أن يحر لكم حرصكم على ذلك صحيح البخاري مازلنا مع كتاب الإيجارات قال باب ما يعطى في الروقية على أحياء العرب بفاتحتي الكتاب قال على أحياء العرب تقييدا لا يستقييدا لكن على الوقوع قال بفاتحة الكتاب وذكر في ذلك حديث أبي سائد الخضري وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كتاب الله وهذا بالصحيح أصلا هو نفس وصله وقال الشعبي لا يشترط المعلم وهذا الأصل لأنها ليست متاجرة ولا يشترط المعلم إلا أن يعطى عليكم السلام شيئا فليقبله وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم يرى ابن سرين بأجر القسام بأسا وقال كان يقال السحط الرشوة في الحكم وكانوا يعطونا على الخرص عندما ينزل فيها الشجر يخرصها فكان له الأجر على ذلك والقسام أيضا الذي يقسم أيضا له الأجر على ذلك هذه المسألة نعم فيها أغذي الأجر على تعليم القرآن وعلى قراءة القرآن المسألة المسألة مجزأة وعلى الرقي أيضا ولذلك نتكلم في هذه المسألة في أكثر من وجه الوجه الأول المعلقات يعني أولا حتى عريق ابن عباس يأتي مسندا في نفس الكتاب عليك السلام وكاتب ومعاهد أحسن الله عليك يأتي مسندا في نفس الكتاب هو حجة على الحلفية وعلى الزهري وعلى ابن إسحاق الذين قالوا بحرم أغذي الأجر على تعليم القرآن فقد قال النجو السلام أحق ما أخذتم عليه أجراء كتاب الله وهذا سنبين وجهته لأن هذه المسألة فيها قول ثلاثة يعني المسألة ليست على قول وبعض العلماء حتى يقول بأن كلام ابن عباس ليس حجة للجمهور بل هو منسوخ بعد حرفية يقول هو منسوخ بحديث قتادة أنه قال تريد أن يقوس كالله بقوس بقوس من نار وأثر الشعبي رأىه ابن أبي شيبة عن مروان المعاوية عن عثمان بن الحارس عنه قال وحدثنا وكيع وحدثنا سفيان الثوري يعني عن أيوب بن عائز الطائي عن معاكس سحمد حسن حسن الله عليك عن بن عائز الطائي عنه به وأثر الحكم رأىه الشعب قال قال لا يشترط المعلم وأثر الحكم أثر الحكم رأىه ابن أبي شيبة حدثنا زيد بن هارون أنبأنا شعبة عنه به وأثر الحسن قال ابن أبي شيبة حدثنا حفظ نعم نعم لغة عائشة أمر ماتت نسى الله المسكين بسيحة جنات شوف شوف إذا أرد الله عبدا بخير يعني هي أسلمت وبعدما أسلمت يعني مكثت في الدروس ثم يعني هي الآن بجوال ربها نسى الله أن تكون في جنات المناعة في مقاعد صدقها الملك المقتد وأثر الحسن قال ابن أبي شيبة حدثنا حفظ عن أشعس عنه لا بأس أن يأخذ على الكتاب أجرا وكره الشرط قال ليس له أن يشترط فالشرط حرام كما قلت لتوقير وتعظيم الكتاب نعم وأثر ابن سرين قال أيضا حدثنا وكيع وفي مصرفة ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حدثنا همام عن قتاد عن يزيد الرشك عن أو رشك عن القاسم قال قلت ابن مسيب ما طرى في كسب القسام فكرهه وقلت إني أعمل فيه حتى يعرق جبيني فلم يلخص لي قال قتاد وكان الحسن يكره وكسبه قال قال قتاد وقال ابن سرين إن لم يكن خبيثا فلا أدري ما هو تعلمون القسم لما يقسم ولهم ميزان فبيأخذ أرجع على ذلك وحديث أبي سعيد الخضري هنا حديث أبي سعيد الخضري وقال المصنف حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوان عن أبي بيش عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه وعرضاه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروا حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم نعم أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهد الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهد إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عندك أو عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفون فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحهم على قطيع من الغنم فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي يوم به قلبة قال فأوفوهم وجعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم أقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له قال أما يدريك أما يدريك أنها روقيا ثم قال لقد أصبتم أقسموا واضربوا لي معكم بسهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال شعبا حدثنا أبو بش سمعت أبو المتوكل فولها عندنا المسائل كما قلنا فيها التعليقات أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين هذه المعلقات أما قصة القصة لأبي سعيد الخدري نزلوا على أقوام الضياف والضيافة واجبة الضيافة واجبة لذلك جوز العلماء أغذي الضيافة يعني جوز العلماء أغذي الضيافة منهم ولو كان عنوة تأخذ أو حيلة تأخذ إذ الواجب أسقطوه نعم لنك الحمد الله يمنى أن يواكي الصدق والإخلاص والعقيدة الصحيحة النقية دون الغبش والتلاعب والتحايل الله مسبتنا ربما عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم فما ضيفوهم ثم لدغ سيدهم فقالوا عندكم راقي فقالوا عندنا راقي ولن نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا أنتم يعني منعتون يعني منعتون حقنا فنحن لن نفعل لكم شيئا حتى حتى تأتون حقنا فقالوا قالوا قالوا لن نرقي حتى تضربوا لنا سهما أو تجعلوا لنا جعلا فاتفقوا على قطيعا من غنم فذهب فقرأ عليه الفاتحة سبع مرات يأخذ بإصبعه كهكذا يدفل فيه ويقرأ سبعا العجيب أنه قرأ الفاتحة أول شيء أنه ما كان يعلم أن الفاتحة خاصة روقية هو أخذها بعنقه الله تعالى نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمته للمؤمنين ولا زيد الظالمين إلا خسارة والأمر الثاني أنه يعني فعلها سبع مرات وما في أي دليل له على السبع هنا يأتي هذا الباب على 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 أن المسألة تكون على المسألة تكون على على التجريب والتجريب هنا الشرع لا يا أبا نصح صفية قلت لك كلمي الأخت الفضيلة تارى لأنها يعني هي أكيدا أخذت على نفسها وتضيع الخير عليها فكلميها وكلم الأخت الفضيلة الأخرى الأخت أمال كلميها على ذلك حتى لا يكون الأمر فيه يعني تضيع خير ونكون متسببون نحن فيه فقرأ سبع مرات فكأنما الرجل نشط من عقال ووفوا لهم هذا القطيع فقالوا لا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم شوف هنا هم اجتهدوا هذه فيها صحة الاجتهاد يعني فيها من المسألة الفقهية صحة الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود النبي ولذلك رجعوا للنبي فتعجب النبي قال ما يدريك أنها أنها رقية ما في شيء اسم سترى اكتب لها أصفية الآن واكتب لأختك الأخرى الفاضلة قل لها ما يصح أن تترك زادكم الله حرصا فأكون هنا الأمر في هذا الباب على التجرب والشرع جاء وأقره والأمر الثاني كما قلنا اختار الروق على مسألة مسألة العموم ردنا عكب أسيل لزاك الله كل خير أقول إخوتي الكرام هذه المسألة مسألة الأغذي الأجرة على القرآن فيها تفاصيل هل أغذي الأجرة على التعليم أغذي الأجرة على القراءة نفسها أغذي الأجرة يعني على الإمامة وعلى الأزان فنحن نقول في هذا الباب هنا الاحتلالات أنه في خلاف العلماء المسألة فيها على ثلاث أقوال المسألة فيها على ثلاث أقوال القول أول المنع يمنعون وهذا قول الحنفية يمنعون أغذي الأجرة على القرآن على تعليم القرآن دعك القراءة إن شاء الله تكون مسألة أخرى بينها أغذي الأجرة على تعليم القرآن فقالوا لا يجوز ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا قوس من نار يقوسك الله به وأيضا قال لأبي بن كعب كذلك والحديث أن كان فيه بعض الضعف لكن استأنس به وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة تنهى عن أغذ الأجرع القرآن فورد عن الدرداء مرفوع من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله مكانها قوسا من نار وهذا حقيقة الأمر أنه ضعيف يعني فيه علل ليست إلا واحد وكذا قول عبد الله بن شقيق فقاله عن أرش المعلم لا يجوز له أن يأخذ قال عبد الله بن شقيق أبوائل فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون ويرونه شديدا وقول ابن من أخي كانوا يكرهون أن يأخذوا على الغلمان في الكتاب أجرع والصحابة كانوا يكرهون ذلك وروا أحمد في مسناده من حديث عبد الله عبد الرحمن بن شبل الأنصري مرفوعا تعلموا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به وهذا حديث صحيح وهو في شرح معنا الأسل رائدنا والطبراني وهو حديث صحيح هو حديث صحيح تعلموا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تشفوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به وهنا ترى التصريح على التحريم ولا تأكلوا به وراء الترمذي من حديث عبد عمر بن حصين ورفوعا يقرأوا القرآن وسألوا الله به فإن بعدكم قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به فإن بعدكم ماتئوا ناس يقرؤون القرآن يسألون الناس به وكل ذلك حرام فأغذي الأجرى على القرآن حرام على قول حرفيه هنا يعني الكتتيب والمدارس ومراكز تحفظ القرآن لا يجوز أغذي الأجرى منهم أو على أغذي الأجرى على تعليم القرآن على هذا القول طبعا لأنا أبين بالإنصاف أن المسألة فيها قول ثلاثة وأبين الراجح بإذن الله تعالى في هذا البهن وقد ورد عن أبي راية رضي الله عن الرضاق قيل يا رسول الله ما تقول في المعلمين قال أجرهم حرام وهذا حديث يعني فيه جهلة وإسناده فيه أبو المهز المهزم وهو ضعيف مطروك فالحديث ضعيف بل قل هو الوضع أكثر منه من الضعف وعلى الجوزقاني قال حديث أنس أجر معلم والمؤذن والإمام حرام موضوع لم يصح نعم ولو اخت دانياب كلموها المسألة ما في عندي أي شيء في هذا الباب الذين يتخدمونه مهنة سأبين حالهم لا يريد أن أغذي الأجرى القول الثاني في القرآن هو قول الجمهور الملكية والشفائية والحنبيلة قارب جواز أغذي الأجر على تعريم القرآن وهو لا استدل بأدلة كثيرة تدل على الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أحق ما أخصم عليه أجر هو كتاب الله فقال أحق ما أخصم عليه أجر كتاب الله وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي قال كل فلعمري لمن أكل برقيا حق برقيا باطل فلقد أكلت برقيا حق كل فلعمري لمن أكل برقيا باطل فلقد أكلت برقيا حق وهنا أيضا عندما قال لأبي سعيد الخضري وما أدريك بأنها رقيا اضربوا لي معكم اضربوا لي معكم بسهم فقالوا هذه كلها أدلة تدل على الجواز وقالوا بأحاديث أبي قتادة وأبي هذه أحاديث ضائفة وحملوا الأحاديث إن صحت أن تكون على خلاف الأولى القول الوسط بين القولين وهو أنه يجوز أغذ يعني الأجر على التعليم متأخر الحنفية طبعا قالوا بذلك إذا كان ارتزاقا ارتزاقا من بيت مال المسلمين دون الشرط والحسن قال له أن يأخذ دون أن يشترط الحسن قال له أن يأخذ دون أن يشترط لا سيأمه أن هذا لنشر دين الله للفعلاء الأكل بالدعوة صعيب جدا على الناس فهذا لنشر دين الله للفعلاء وأنه واجب التعليم فالواجب لا يأخذ عليه أجر كالإمامة والأذان وإرذال الأغذي الأجر على العبادة لا تجوز بحمل الله إذا جاءت المستثنيات من أدلة الكتاب والسنة فحقيقة الأمر أن بيت مال المسلمين يعني يكون فيه المال على مصلحة المسلمين وأعظم مصالح المسلمين نشروا العلم في الكتاب والسنة وتعريم الكتاب والسنة هذا الأصل في هذا الباب فقالوا إذا كان الأمر ارتزاقا أو الأمر إذا أعطي من غير اشترط جازة وهذا الذي أدين الله به وهو الصحيح بأنه لا يجوز الاشترط وله أن يأخذ دون من ولو أخذ يكون على الوقت لا يشترط والآن نحن في زماننا انقلب بيئة الأحوال كما قلت أنه بيأخذ الآلاف المؤلفة على الإجازة والآلاف المؤلفة على التعليم واشترط الأجر وغير ذلك وكل هذا فيه ما فيه من فإذا هذا القول الصحيح القول الوسط هو القول الصحيح القول الوسط هو القول الصحيح وأنه لا يجوز الاشترط على أخذ المال ولا يجوز التقاول على تعليم كتاب الله جل وعلا ولا يجوز يعني الاشترط على الإجازات وغير الإجازات كل ذلك حرام حتى بيع المصحف يعني فرع على ذلك قال بعض الألماء من ابن عمر وغيره أنه لا يجوز فلا يكون متكسب على كتاب الله قال ولا تأكلوا به قال عن كتاب الله ولا تأكلوا به فالأمر في ذلك فيه نظر كبير الفائد المستمطة في البخاري احنا قلنا رجحنا في مسألة الأقوال الثلاثة أن الراجح في ذلك أغذي الأجرى بدون اشتراط أغذي الأجرى على التعليم بدون اشتراط يبقى لنا أن الضيافة واجبة ويبقى لنا أيضا أن مسألة التجريب إن كانت تقع تحت أصل عام يجوز زي قراءة آيات السح على ورق السدر سبع مرات يجوز يجوز مدام قد ظهر أثره فالتجريب هنا تحت أصل عام يجوز نعم الفائد المستمطة الضيافة واجبة القرآن كله شفاء يعني يجوز الرقية بكل القرآن العبادات لا أجر فيها إلا في الأخيرة وإن وجدت الهبة جاز زلك وإن وجدت الهبة جاز زلك وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نَعَلَتِ ثُرَيَّا فَنَالَتْ مِنْ فُنُونِ الدِّينِ رِيَّا وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نَعَلَتْ ثُرَيَّا فَنَالَتْ مِنْ فُنُونِ الدِّينِ رِيَّا فَذَافِقُونَ كَسُقِيَ الْمَاءِ كَانَا وَتِلْكَ عَقِيدَةُ السَّلَفِينَ نَقِيَّا فَأَخْلِصْي يَتَرَبِّي وَبَارِيْكَ عَلَى شَيْخِ النَّبِيلَ الْخُلُقِ وَالضَّاحَى الْمُحَيَّا